موسيقى قول لي يا اخوي المتكبت عم مدرويش فيه جوا في الربع على ايدك الشمال تشكر اهام مين عم مدرويش مين بيسقى انا يا اخوي جايلك من طرف سلوطفي قصدس عباس عباس بعيتنا اتطمن عليكو على صحتك وجايبالك لقمة كده على قد ما اسر طب هو مجاش ليه كفال للشر وحصل له حاجة في شدة يا عم مدرويش ادعيله ربنا يفك سجنه يا رب سجنه؟ عباس تسجن؟ ظلمه والله العظيم ما عمل حاجة انما نقول ايه بقى المؤمن متصاد وتسجن ليه؟ عشان خطر عشان يسترني انا وولادي يا عم درويش انت لازم ام محمود ايوان هو حكلك عني؟ قالك ايه يا عم درويش قالك ايه؟ كان بيحكيلي عنك كتير انت وعيالك ربنا يخلهولي ويفك سجنه يا رب ده مضى الوصولات يا اخويا بدل مني بدل ما روح انا اولادي في دهيا مضى على مبلغ كام؟ لا ده مبلغ كبير اوي كام يعني؟ اربع خمس تلاف جنيه ياه اربع خمس تلاف جنيه طب اسمع يا سيت ابو محمود نعم استني انا حاجبك المبلغ والنبي ربنا يخليك يا راجل يا طيب يا بوش سمع والنبي انا من ساعة ما شفتك فكرتني بابويا موسيقى على مهلك يا ام درويش يا ام محمود انا هو يا اخويا انا هو خد يا بنت اللي انت عايزها خد فلوسي يا سيت انا في عرضك يا بيت اخده ده انا ضغط على ما جبته الفلوس دي المفروض تتدفع في النيابة وعلى الامومية خلاص اندفعت وزمانه خرج من سرايا النيابة خرج والنبي ربنا يبشرك بالخير ويتم اخلاق سبيل المتهم لطفي حسين الجنيني من سرايا النيابة بعد دفع المبلغ وتحصيله بمعرفة النيابة وتصالح الطرفين بمعرفة النيابة بمعرفة النيابة بمعرفة النيابة أباس من اللي عسلانت كفار يا أخوي أنا جيت أطبع الفلوس وقالوا لي تدفعت كان نفسي عامل لعك أي واجب أمان مين اللي دفعت الفلوس؟ بقى بيقولوا واحدة ست هي اللي دفعته لا 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 مش ست محمود ونتش عرفة؟ سألت وطقصت وجامعت المعلومات قالوا ست شيك وحلوة ورقبة عربية بتهالي موم محمود متعرفش تسوقه مش كان؟ انت جبت الفلوس دي مني؟ أنا في البيت بحصن لي قلت الناهد أبرا؟ نهد أنا ما قلتش نهد أي حاجة خاصة ومال مين؟